إيه السر يعني؟ إيه السر في الحبة دي؟ وليه لما حبي يشبهها بشيء تاني يشبهها بخميرة؟ إيه السر؟ إيه السر؟ إيه الحاجة التي في الحبة دي تبقى شجرة كبيرة؟ إزاي يعني؟ وزي الخميرة ديت تخمر الثلاث أكيال دقيق دول إزاي يعني؟ إزاي يعني؟ السر إن فيها إيه؟ فيها إيه؟ فيها إيه؟ فيها حياة الحبة دي فيها حياة فيها دي إن إيه؟ الحبة دي فيها حياة والخميرة دي فيها إيه؟ فيها حياة فيها كائن حي أوه مش بني آدم عشان دي بايولوجي لكن هو بيقول خلي بالك الحاجة الصغيرة اللي فيها حياة اللي فيها حياة حياة تنتج حاجة كبيرة البتاع الصغيرة دي اللي فيها حياة تأثر في الكل لان فيها ايه فيها سر الحياة لو جبت حباقة كبيرة قوي بلاستيك وزرعتها هتعمل شجرا لو الخميرة دي ما فيهاش خميرة ما فيهاش البكتيريا ديت تخمر العجين السر في الحياة الملكوت سر في الحياة التي فيها انا صغير انا كبير انا ضعيف احنا قليلين احنا كتار مش دي القضية القضية احنا احياء فينا الحياة فينا الحياة في البزرة دي حياة في الخميرة دية كائن حي يستطيع ان يتكاثر البزرة دي فيها حياة لو حتطلها شوية مية تنبت وتطلع جد وتطلع ساق وتطلع فروح وتطلع ورق اه لان فيها ايه فيها حياة كامنة فيها سر الملكوت هو الحياة ايما احنا كلنا بناكل ونشرب لا لا بيكلم عن الحياة الروحية فيها حياة الله فينا ما العالم هو الدقيق واحنا الخميرة الدقيق يباوز الخميرة ولا الخميرة تخمر الدقيق الشيء الميت اقوى ولا الكائن الحي اقوى الاموات بالذنوب والخطايا اقوى ولا المسيح فيهم اعطاهم الحياة الجديدة اقوى مين يغير مين مين يأثر في مين 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 ملاهاش دعوة بالكثرة ملاهاش دعوة بالحاجة هدي الفكرة ان دكاء ميت مقداش يعمل حاجة ودكاء حي يستطيع ان يثمر شكده اللي انا لازم ادور عليه جواية وتأكد ان فيها حياة الله الله ساكن فيها عندي الحياة الالهية بطرس بيقول سرنا شركاء الطبيعة الالهية اللي كان بيتكلم عنها همبارح مهر سامويل في اجتماع المجموعات لو انا حبها حياة فيها الحياة الالهية ساكن فيها روح الله يعيش المسيح فيها ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم اليه نأتي عنده نصنع منزلا فيها حياة فيها حياة والحياة دي بيقول الكتاب وانا اعطيهم حياة ابا دية دي حياة الله دي حياة ابا دية اعطاني الحياة الالهية اعطاني الحياة التي لا تأموت ترجمة نانسي قنقر